برضو عزيزي نعرف حضراتكم بخصوص اجتماع مهم تم مبارح المكتب التنفيذي للنادي الأهلي عقد اجتماع مهم جدا بالأمس برئاسة العمري فاروق طبعا نائب رئيس النادي لمناقشة عدد من الملفات المختلفة وكمان استعرض اللائحة الخاصة بالتانس المقدمة من إدارة النشاط الرياضي كمان استعرض تقرير خاص على تطورات مشروع البطل الأولمبي وكذلك الأنشطة اللي حيتم تنفيذها خلال الفترة المخبرة ان شاء الله ونقشه آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة النادي لبطولتين كأس السوبر الافريقي وأيضا كأس الكؤوس لكرة اليد اعتمد طبعا المكتب بعد الأنشطة الخاصة بشهر رمضان ومنها مسابقة حفظ القرآن الكريم لأعضاء النادي ودائما دي من النشاطات الجميلة جدا احنا دائما الحقيقة لازم نتني ونشيد على الأداء بأكثر من رائع لكل اللجان المختلفة في النادي الأهلي اللي مش بيسيبه الحقيقة لا كبيرة ولا صغيرة تخص أي عضو من أعضاء النادي الأهلي على أي مستوى غير لما بيعملوله بمجابها إيفنتات كتيرة في المنتهى الأهمية أنا بتفق معيك بمناسبة أن أنت ذكرت يعني مشروع البطل الأولمبي طبعا ده اللي كان تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وتنصيك مع جهات مختلفة يعني قالي بشوف أن المشروع ده وكلمنا فيه قبل كده وكلمنا فيه كمان بالتفصيل بشوف المشروع ده من أنجح المشاريع اللي تم إصدارها من قبل وزارة الشباب والرياضة مؤخرا لأن تاني حنرجع نقول الفكرة بتاعت مشروع البطل الأولمبي هو إعطاء فرصة لمن ليس له فرصة فكرة أن أنا أروح لأماكن وأماكن خلينا نقول يعني برضو شوية فقيرة مهمشة وتفر يعني اختار بس يعني مش عايزين نستخدم قوي المستلحات دي بس هناك أنت بتروح وتدور على أبطال وتدور على يعني بعض الأشخاص ورجال هنا أو بنات أو ولاد يعني للصعيد السيدات والرجال أن أنت تحاول تديهم فرصة أن هم يبقوا بطل أو أبطال أولمبيين بعد كده بيرفعوا أو بيرفعوا اسم مصر كمان في بطلات دولية فده دي حاجة أعتقد حلم ناس كتيرة لكن ما بيبقاش فيه فرصة وعلى فكرة يا كريم زمان والله أنا كنت بنزل بعمل تقارير مختلفة في بعض الأحياء وغيره والقرى الفقيرة جدا زمان يعني كان بيطلق عليها كده كلام ده بكلمك من 8-9 سنين حاجة زي كده يعني لأ أنت كنت بتشوف بجد بتكلم معاهم يقولك أنا ابني نفسه ياخد فرصة أنا مش حنسى العيلة دي والله كنت ماره بصور كالناس يعني مش فكرة التقرير كان عن إيه بس كان حد من الأهالي بيكلم يقولي أنا ابني ده بس ادوه فرصة وحتشوفه كان عنده مثلا خمس سنين حاجة زي كير لحد دلوقتي أنا فكرة كنت وقتها ما حتقوله إيه يعني لو كان المشروع ده موجود كان ممكن نقوله طب تعالى نقدم لإبنك ما كانش فيه وقتها كمان اهتمام قوي بمراكز الشباب زي دلوقتي طفرة اللي حصلت مراكز الشباب المختلفة كل ده كان في السنوات القليلة الماضية فأنا شايف أن ده من أنجح المشاريع فعلا وأعتقد أنه هو ممكن يطلع لنا أبطال كتير جدا في المستقبل أولمبيين إن شاء الله بوسي نهوان بلدك دي فيها مليون محمد صلاح على فكرة صح وفيها مليون نهل رمضان وفيها مليون سمر حمزة وفيها مليون بطل وبطلة أتيحت ليهم الفرصة من خلال يعني من محاسن صدفهم يعني الحياتية إن هم جات لهم الفرصة لكده لكن تأكدوا حضراتكم من بلدنا دي في كل قرية في كل عزبة في كل نجع في كل كفر في كل حارة ديقة في محافظة نائية أو بعيدة تأكدوا إن احنا عندنا ناس كتيرة جدا لو عصرتهم حيسقطوا موهبة لكن مش لقين حتى حد يشوف موهبتهم دي فطبعا من هذا المنطلق دي مش روح منطلق أمي أكيد